صحيح أن الهدنة في اليمن دخلت حيز التنفيذ لكن الصحيح أيضا أن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية تؤصل تقدمها لفك حصار العاصمة صنعاء فتحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على جبل القرود أحد الجبال الاستراتيجية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ويبعد نحو خمسين كيلومترا عن وسط العاصمة كما تدور معارك بالأسلحة الثقيلة ضد ميليشيات الحوثي وصالح في المحور الأيمن لفرضة نهم وفي المحور الشمالي خولان صروح وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أيضا من استعادة منطقة الخانق في مديريات نهم إضافة إلى جبل صلب الاستراتيجي الذي يطل على نهايات جبهة مأرب من الشمال الغربي ووصلت إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف تعزيزات من المنطقة السادسة بعد يومين من تحريرها من قبدة ميليشيات صالح والحوثي فيما أطلقت وحدة من الجيش الوطني والمقاومة حملة تمشيط واسعة النطاق شمال المحافظة لتطهيرها من بقايا الجيوب بالتزامن مع سيطرتها على جبل اللول المطلع على نقيل فرضة نهم ومنطقة الخانق شرق صنعاء في مؤشر على تطورات ميدانية جديدة تعزز هجمات الزحف إلى العاصمة تحرك المقاومة والجيش يأتيان وسط وقف لإطلاق النار تشبه انتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي التي دفعت بصواريخها إلى واجهة الحدود السعودية في تحرك يعكس حالة من الأحباط واليأس لكن هذه العمليات الموسعة للقوات الشرعية مدعومة بطيران التحالف قد تنبئ بقرب الحسم العسكري في العاصمة صنعاء مع كسر أولى تحصينات الميليشيات إلى المدينة وفي خطوة قد تكون لها تداعيات حاسمة تم توقيع اتفاق مهم بين قبائل الأشراف وقوات الشرعية والمقاومة الشعبية في مدينة الحزم يسمح بمرور قوات الجيش الوطني نحو المناطق المحاذية لصعد معقل ميليشي الحوثي ومسقة رأس زعيمها عبد الملك الحوثي